أموكرون هنا ليس المرة الأولى من نوعها بل زلة جديدة يقع فيها رئيس أعظم دولة في العالم فالرئيس جو بايدن الذي يقترب من سن الثمانين على ما يبدو بدأ يفقد جزءا من الذاكرة حدث هذا في مناسبات عديدة من خطاباته الرسمية عندما يخطئ اسما أو ينسى لكن الجديد الذي انتشر عبر خطابه الرسمي خلال إلقاء كلمة بمناسبة تكريم عسكري لقتل الجنود الأمريكيين في العراق وافغانستان نسي بايدن وظيفة وزير الدفاع الأمريكي أما الأدهى من هذا أنه زل باسم أحد الضخايا من جنود الجيش الأمريكي مع رفع مؤشر الغضب بين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر